يقول بعض الناس إن الكولونيا والعطور المحلولة في الكحول نجسة فهل هذا صحيح؟ الحكم في استعمار الكولونيا والعطور المحلولة في الكحول متوقف على حكم الكحول لنفسه هل هو ناجس أو طاهر؟ وقد اختلفت أنظار العلماء فيه بناء على أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر والكل متفقون على حرمة شربه فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما جاء في السنة اللبوية والقائلون بأن الكحول كالخمر اختلفوا في نجاسته فالأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمر الشيطان فاجتنبوه حيث قالوا إن الرجس هو النجس أو النجس أو المستقذر والخبيل وخالف في هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك والليف بن سعد والمزني صاحب الإمام الشافعي وبعض المتأخرين من العلماء فقالوا إن الخمر طاهرة مستدلين بأنها لما حرمت سكبت في طرق المدينة فلو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك للنهي عن التخلي بالبول والغائط في الطرق وردوا دليل الجمهور وهو الآية بأن الرجس إذا أريد به النجس أو النجس فالنجاسة حكمية كنجاسة المشركين في قوله تعالى إنما المشركون نجس أي في الاعتقاد أما أجسامهم فغير نجسة ويقوي هذا أن الأشياء المذكورة في الآية وهي الميسر والأنصاب والأزلام أي الأصنام والسهام التي يعرف بها الغيب عند العرب ليست نجسة وإن كانت محرمة فالدلالة اللفظية على النجاسة في الآية ليست قطعية فالخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور فيكون الكحل والعطور المحلولة فيه نجسة أما عند غير الجمهور فهي طاهرة وبالتالي يكون الكحل طاهرا وكذلك العطور المحلولة فيه وممن قال بالطهارة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار والصنعاني في كتابه سبل السلام ومحمد رشيد رضا في تفسيره وما دام الأمر خلافيا فلعل من التيسير بعد شيوع استعمال الكحل والعطور في التطهير والعلاج أن يقال بالطهارة وبخاصة إذا كان الكحل يستخرج الآن من مواد مختلفة غير العنب الذي تأخذ منه الخمر ترجمة نانسي قنقر